إن من أعظم الأخلاق التي يتجاذبها الصائمون في شهر رمضان المبارك بعد كبح جماح النفس بالصوم إبان تصفيذ الشياطين هو ذلكم الخلق الرفيع الذي يتجلى في التراحم والتعاطف إذ يزداد توقُدًا يضطر النفس يضطر النفس إلى أن يرهف طبعُها ويأسَف قلبُها فيحمِلُ الصائم في نفسِه معنى الناس لا معنى ذاتِه المُقصِرَة فإن من فاقَ الناس بنفسِه الكبيرة ستكون عظمته في أن يفوق هو نفسه الكبيرة دون بطرٍ أو غمب وإذا عظُمَت نفسُ المر هانَ عنده المال والبذل والجود فاغتالَ شُحَه ووأدَ أنانيتَه وهي حيَّة فلم يُصبح حينها حلسَ شُحٍّ أو كَنَدٍ أو بُخلٍ أو كَسَلٍ أو تَسْوِيمٍ فيُحذِقُ ببصرِه ويتدبَّرُ بقولِه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غُرفًا يُرَى ظهورُها من بطونها وبطونها من ظهورها قالوا لمن هي يا رسول الله قال لمن طيَّبَ الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلَّى والناس نيام رواه أحمد والترمذي موسيقى موسيقى موسيقى